وفي الحديث من الفوائد ندب إلى مواصلة العمل الصالح وأن لا يقتصر الإنسان في عمله على ما فرض الله تعالى فإنه ولا بد أن يكون في ذلك العمل من النقص ما يستوجب التكميل فلذلك ندب إلى صيام ستة أيام وهكذا في سائر الفرائض فإنه يندب في كل جنس من أجناس الفرائض أن يحافظ الإنسان على شيء من النوافئ لمنها فالصلوات شرع الله تعالى السنن الرواتب وهي أفضل أنواع التطوعات هي أفضل من قيام الليل وذلك لتكميل ما يكون من النقص في الفرائض